مرحبا بكم على قناة الحميدي من خلال إن شاء الله هذه الحلقة سنرى التواريخ للإعلان على النتائج لكن قبل ذلك نتمنى على أنكم تكونوا دوزتوا الامتحانات الوطنية لكم في أحسن ظروف وتكونوا أيضا ارتحتوا من واحد المجموعة من العناء المشقة للصهر التخمين الإرهاق النفسي إرهاق جسدي قلة النوم يعني حقيقة أعرف أعرف بأنكم مريتوا من هذا الأوضاع أو مريتوا يعني من هذا الأشياء اللي ذكرت لكم فكانت منى كانت منى وخاء أنني عارف على أنكم ما غديش ترتاحوا حتى تخرج لكم النتائج ديلكم وأيضا أتمنى على أنني نكون واكمتكم وخاء أنني حقيقة كانت عندي ظروف أيضا ظروف شخصية اللي ما خلتنيش أنني آآ نجاوب على جميع الأسئلة ما خلتنيش أنني نتفاعل مع آآ جميع التعاليق ما خلتنيش آآ لكن رغم ذلك كنت دائما أحاول أن آآ نجاوب على آآ جميع الأسئلة طبعا آآ ذك الشي اللي اللي قدرت عليه راني راني تنديره آآ كين بعض يعني التعاليق اللي تعاليق كانت حقيقة إيجابية جدا واللي فرحاتني أقسم بالله تفرحاتني ورحطيت يعني واحد العدد اللي هو قليل منها آآ على الصفحة دي على الفيسبوك وأيضا كانت يعني بعد تعاليق اللي لامتني آآ لأنني آآ فقط يعني آآ أنا قلت لكم آآ وصير ورجعوا للنصف الطبقي وعلى ش ممكن أنكم يعني آآ تركزوا مزيان إلى غير ذلك فما عرفتش يعني آآ علاش التعاليق السلبية فقط يعني هو كان مجرد التوقع إذن آآ أخوتي آآ كانت مننا على أنني ما نكونش يعني آآ تقلت عليكم ما نكونش أنا يعني آآ سبب في يعني واحد مجموعة من الأشياء يعني آآ السلبية إذن عندي لكم مباشرة الإعلان على النتائج آآ وأيضا يعني فقط يعني للملاحظة حتى بنسبة يعني بنسبة للناس اللي ما حلفهمش الحد في الدورة آآ آآ في الدورة يعني العادية وعطوهم الاستدراكية فكتكون عندكم فرصة كبيرة وكبيرة جدا على أنكم باش تجيبوا دورة استدراكية دي لكم بالنقاط اللي هي جيدة وجيدة جدا هذا العلاش آآ لأنك يحتفظوا لكم بأعلى نقطة فبالتالي يعني قد تكون لكم فرصة باش تجيبوا الباق دي لكم آآ بميزة. إذن الاعلان عن النتائج آآ إذن هال فقاش غا بتتم الاعلان عن النتائج عن النتائج دور الاستدراك العادية للمتحان شهدات البكالورية يوم ستة وشرين يونيو الفين انتعاش. وأيضا آآ يتم الاعلان عن الدور الاستدراكي للمتحان شهدات البكالورية يوم اذا نفقش داز داز الدورة العادية داز نهار 11 و 12 و 13 و 14 يونيو 2019. اه بالنسبة عن جميل الشعب. اما الدورة الاستدراكية فها تكون ان شاء الله بحول الله ايام اربعة وخمسة وان ستة اوتمانية يوليوز 2019. اما الامتحان الجيهوي الموحدة المترجحين الاحرارة والسنة الاولى من سلك الباكالوريا. اذا الدورة العادية دوزتها نهار سبعة وثمانية يونيو 2019. يعني هذه بالنسبة للجميع للشعب. اما الدورة الاستدراكية فان شاء الله غديدوزوا اه الجيهوي دي لكم نهار جوج وثلاثة يوليوز 2019. اذا غتكون عندكم جوج وثلاثة اه غدوزوا فيها الجيهوي. اه 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 وربعة وخمسة وستة وثمانية ان شاء الله غديدوزوا فيها اه الدورة الاستدراكية. اذا اه كانت منا لكم كل كل التوفيق ان شاء الله بنسبة للناس اللي ما حرفوا مش الحظ في الدورة العادية واللي اه غديدوزوا الاستدراكية. اه الناس نصيحتي للناس اللي اه عرفات مثلا بانها ما خدمات فيشي مادة مؤينة تمشي تركز عليها دابا. اه تعطيها الوقت الكافي لي اه يعني تخول لي انه يجيب نقطة اه عالية وعالية جدا يعني في هاد الهاد المادة دي. اما بالنسبة للناس اللي يعني لا فرصهم بانه مخدموا زيان. وطبعا يعني عينيهم على اه على على اه شي مؤسسة او اعينيهم على اه جامعة اه فا اه كنقول لهم سيروا جدوا لكون كور. وان شاء الله بحول الله يكون اه الخير واتمنى لكم يعني كل كل التوفيق في مساركم. مساركم الدراسي وحتى بالنسبة للناس اللي هتقبل في الكونكور اه واتمنى لها يعني كل التوفيق في مسارها المياني.